موسيقى جبيرة وهي في الحقيقة كسيرة صح اي نعم ويقول للأعمى بصير وهو غير بصير أعمى ويقول للذي تبدأ وحيا وعقر يقول له سليم وهو في الحقيقة سقيل صح ويقول للأرض التي ليس فيها ماء ولا كلام ها مفازن وهي في الحقيقة هلا ويقول لهذا الذي تصعد عليه سلم من ايش من السلامة وهو في الغالب تسقط عنه صحيح ويقول للجماعة من الناس عندما تخرج في التجارة ايش يقال يقول عنها قافلة يعني راجعة وهي في الحقيقة ذاهبة فعندهم ايش فأد وعندهم تطير عجب غريب هذا كان عندهم فأل وعندهم تطير لان هذا الباب الان التطير كانوا ايضا في القديم يسموا الاولاد للاعدام يسموا الاولاد للاعدام ويسموا العبيد له يسمي الولد ايش صخر وحرب وغضى وراعد وخالد وعلي صح لان الجيش يسمع القوم يسمع انه جاء جيش من في الجيش؟ قال في الجيش علي وخالد والمغيرة وابو عبيدة قال هو زمنة مفهوم؟ لانه خرج للمبارزة قبل ان تبدأ الحرب لابد حتى يحمل وطيس لابد مبارزة يقف الجيش هنا والجيش هنا ويخرج الابطال الشجعان الشجعان ممن يخرج فخرج من المشركين ثلاثة الوليد يعني صغير اسمه ايش؟ يعني صغير هذا كيف يخرج للختار؟ هذا ما يصلح للختار الثاني شيبة شيبة يعني هذا مكان المستشفى ممكن على السرير ليش يخرج للختار؟ والثالث من هو؟ عتبة يعني يعاتب على كل شيء الثلاثة قتلوا لان الاسماء تدل على ايش؟ هذا انا ما اقول لهذا هم قالوا هذا علما رحمه الله تدل على الله اذا عندنا باب مهم جدا بعد باب السحر باب التطير التطير الاصل فيه شرك اصغر وقد يصل الى الاكبر يصل الى الشرك والتطير والتطير كثير الا من رحمه الله التطير هو التشاهم بمغي او مسموع او معلوم ازمن او امكن بعض الناس يتطير باشخاص يقول اعوذ بالله استبحنا بفلاء قول اعوذ بالله تطير شرك اصغر هنا قال بومة كلب اسود يسمع صوت كذا نعم يده تحك اليمين او اليسار او ينكسر يسقط هذا وينكسر قال ينكسر الشر او خير وعندنا يقول خير يا طير تطير هو خير يا طير تطير يأتي اتصال الشيخ من كوسوفا ولا من البوسنة اخر الليل يقول والله يجعله خير قول الله يجعله خير هنا تطير لماذا تتشاعر يأتيك اتصال اتنين بالله قل مرحبا سلام عليكم ها ماذا حدا جاءت الترجمة اثنين مليون او لا تفائل لماذا تتطير تتشاعر ليش صح ها وبعض الناس يتطير بالأولاد الصغار يعلم الأولاد الصغار عندنا التطير والتعويذات والله يعلم الأولاد الصغار مثلا لازم نتكلم الآن الولد الصغير يبغى يشتري دراجة او يشتري ايش ايفون او بالاستيشن تعرفوا بالاستيشن بالاستيشن المهم هو يتخير بين بالاستيشن وايش ودراجة فايش يصنع قال يصنع الولد الصغير ايش يقول عندنا يقول حالي بادي فرمبوز بادي شاله وحطه كله فيها ويم هذا استقسام بالأزلام استقسام بالأزلام يعلم الولد الصغير هذا كثير عندنا وعندكم من رحم الله او اراد ان يتزوج فايش اصنع قال خذ وردة خذ وردة تزوجها ما تزوجها تزوجها ما تزوجها تزوجها استقسام بالأزلام يحدث عند المسلم الصغير يعلم الأولاد الصغير اذا سقط منه سن قال ايش تصنع قال اذهب واستقبل صنعت هاك استقبل الشمس واشتقول تنادي الشمس من دون الله شرك اكبر مخرج من الملة يقول للشمس تعطيه سن العروس سن الغزال سن ايش عبادة صح للشمس كثير مختفى المسلم لا يتطير المسلم دائما ايش يتفاعل فيروس كورونا تقول نحن بخير ولله الحمد صح ولا تقول يأتي فيروس كورونا ولا شيء من هذا ولا تقول ان الامة الاسلامية هزمت وكذا تقول والله في الخير ونحن في نعمة وكذا صح نعم وتقول ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من امتي على الحق منصورة لا ضرهم من خذلهم ولا من خالكم نسأل الله يجعلنوا ياكم منهم يا رب فالمؤمن دائما يتفاعل لا يتشاؤم لا يتطير أبدا وبعض الناس يتشاؤم بالأرقام برقم خمسة وبالألبسة وبعض الطرق يقول هذا الطريق حصل لي حاجة أنا لا أمشي من هذا الطريق بعد اليوم وهذا الثوم حصل لي كذا وهذا القلم دائما أكتب به لا يشكل علينا بعض الناس آه بعد الدرس الله رحمه الله بعض الناس يشكل عليه يقول طيب ورد إن كان الشؤم في شيء نقول هذا الحديث يقول فيه أن هذه الثلاثة ليس فيها شؤم الإسلام ليس فيه تشاؤم الإسلام فيه تفاعل ما هو التطير وما هو التفاعل التفاعل الكلمة الطيبة كل ما يشرح الصدر كلمة أو شيء ترى أو اعتقاد أو كذلك والتطير التشامر مسموع أو معلوم أزين أو أمتن أو أرقام وغير الفعل مستحق التطير شكسر قد يصل أكبر الفعل حال الموحد التطير حال المشرك المنافق الفعل حسن ضن بالله التطير سوء ضن بالله الفعل انشراح التطير انقباض للصدر إذا أردت أن تفرق بين الفعل إلى نسف كاسة ماء نسف كاسة ماء المتفائل يقول الحمد لله عندنا نسف كاسة ماء والمتطير يقول نسف الكاسة فارغ مفهوم أين الفعل لا يجعلك تمضي ولا ترجع الفعل التطير يجعلك تمضي أو ترجع بالمثال يتضح قال ما أمضاك أو ردك كيف معاد أمرك للذهاب اللي كنا المثل به وانا معاد آه محسن موجود نعم معاد خطب مرة واتفق مع الولي على كل شيء واستخاروا كل شيء تم ثم قال واسم الزوجة قال والله اسمها سعاد قال الله يصعد أياما تقصد جعلوا يمضي أو يرجع اسم سعاد لا هو اتفق وكل شيء تمام إلى هذا ايش فهر تماما أمرك لله محسن خطب قال والمهم متردد هو يتزوج أو لا متردد تردد شديد فقال للولي قال ايش ما اسم الزوجة قال والله اسمها صخرة قال اعوذ بالعساها في رأس والله ما تزوجها صخرة اذا ما امضاك او رجع تطير شكسر مفهوم او قالوا له اسمها مثلا سعاد واقبل على الزواج تطير اذا التطير ما امضاك او ردك لا ترجع الا لسبب شرعي او حسن فقالوا له يا محسن تبغى تتزوج نبغى في الزواج مخدرات قال حرام قال نريد حرام حلال نبغى مخدرات ونبغى اختلاف ونبغى اغاني ونبغى دخان ونبغى خم قال والله ما تزوج وانا استخد والحمد لله السبب شرعي قالوا له نبغى مليون ريال مهر مليون ريال ما استخد قالوا قال الحمد لله انا استخد صحيح هذا لم يتطير وتفاعل ولله الحمد